موسيقى موسيقى علاقات الرياض بغداد إلى مربع جديد مع إعادة تشكيلها بناء على المصالح المشتركة زيارة الصدر لجدة تسلط الضوء على المنعرج الجديد لعلاقات البلدين ومراقبون تحولات المنطقة ولجم الإرهاب تتطلب عمل الدولتين معا موسيقى 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 لمسيرة العلاقات السعودية العراقية يلحظ المنعرج الجديد والمنحن الصاعد الذي باتت تعكسه هذه العلاقة محطات كثيرة وخطوات متسارعة خلال الشهور المنصرمة أسست الانتقال هذه العلاقة إلى مربع جديد بدت بزيارة وزير الخارجية أستاذ عادل الجبير لبغداد في فبراير الماضي مرورا بزيارة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي للمملكة في يونيو ليعقبها بيان مشترك يؤكد على تكثيف العمل والتعاون في المجالات كافة ثم تهنئت المملكة باستعادة الموصل من داعش وإعلانها الوقوف إلى جانب بغداد في مكافحة الإرهاب وصولا إلى زيارة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لجدة واجتماعه بناء بخادم الحرمين الشريفين أنعطافة ونقلة نوعية للتقارب بين الرياض وبغداد أعادت تشكيل العلاقات بين البلدين بما قد يسهم في عودة العراق لعمقه العربي لأن الواقع يقول أن العمق الاستراتيجي للعراق هي الجغرافية العربية فهذه النقلة يؤكد المراقبون أن لها دلالاتها من حيث التوقيت والظرف الإقليمي الذي تمت فيه قد يسأل البعض ما أهمية هذا التطور في العلاقة بين المملكة والعراق والجواب بلا شك هناك فائدة عظيمة خصوصا في ظل التحديات التي تحيط بالمنطقة من كل جانب بل إن البلدين أمامهم العديد من الملفات الساخنة التي ينبغي لهم العمل سويا لمواجهتها والتي يأتي على رأسها ملف الإرهابي وتمويله التقارب السعودي العراقي خطوات واثقة لتعزيز العلاقات بين الرياض وبغداد زيارة لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي لجدة خلال شهر يونيو الماضي وخادم الحرمين الشريفين يستقبله في قصر الصفا في مكة المكرمة ويؤكد دعمه للعراق ويجدد التهنئة بالانتصار على داعش وأجواء دافئة تلف اللقاء تعلن عن انطلاقة جديدة للعلاقات السعودية العراقية جلسة مباحثات مع سمو الأمير محمد بن سلمان عقدها العبادي جرى خلالها بحث التعاون ضد الإرهاب وتعزيز العلاقات الثنائية والمصالح المشتركة التي تخدم الشعبين وأثمرت عن اتفاق بمباشرة الزيارات الرسمية المتبادلة بين البلدين على مستوى الرفيع وتعزيز التعاون التجاري والأمني بين البلدين ليصدر بيان مشترك بين المملكة والعراق يؤكد على تكثيف العمل والتعاون في المجالات كافة ولسيما سياسيا وأمنيا واختصاديا كما في مجالات الطاقة والاستثمار وأخيرا التقى نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن سلمان زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر في جدة الأحد في أول زيارة له للمملكة منذ 11 عاما حيث تم استعراض العلاقات السعودية العراقية والمسائل ذات الاهتمام المشترك ويرى مراقبون أن هذا التقارب وتجسير العلاقات ضرورة استراتيجية خصوصا مع المعطيات التي تؤكد أهمية التنسيق والتعاون بين الرياض وبغداد في لجم ومحاربة الإرهاب في هذه المرحلة المهمة بعد تحرير الموصل وتصدر المملكة لجهود محاربة الإرهاب والتطرف وتجفيف منابع تمويله بعد قمم الرياض الثلاث ولا نقاش في ملفنا الأول لهذه الحلقة من هنا الرياض عن العلاقات السعودية العراقية الحراك المتواصل تجاه داعمها ودفعها على كافة المجالات ينضم إلينا في الأستوديو دكتور عبدالله العساف أستاذ العلام السياسي جامعة الإمام كما ينضم إلينا من عمان دكتور باسل الغريري نائب مدير المركز العراقي للدراسات ومن لندن الباحث في جامعة إكستر البريطانية أستاذ هشام الغنى مساء الخير جميعا وأبدأ معك أستاذ هشام يعني أنت كيف ترى هذا التصاعد في شكل العلاقة بين الرياض وبغداد رأينا زيارة الوزير الجبير في بداية هذا العام الميلادي في فبراير زيارة تاريخية ومتقدمة جدا ثم رأينا بعد ذلك يعني اتباعا الزيارات للمسؤولين العراقيين بدءا من سيد حيدر عبادي ووزير الداخلية قاسم الأعراجي ثم يعني المسؤولين الآخرين في بعض الوزرات ثم بالأمس السيد مقتد الصدر وهو رئيس يعني أو شخصية معروفة في العراق على عدة مستويات لا شك لا شك هناك تحول كبير في العلاقات العراقية للسعودية وهذا التحول بدأ منذ فترة ليست بالقصيرة طبعا هذا جزء منه هو النظرة الجديدة للسعودية للمنطقة عموما ورغبة المملكة في تشكيل محاور جديدة تحاول من خلالها السعودية أن توقف في المدى الإيراني وأن أيضا وأن تحافظ على منظومة الأمن القومي العربي طبعا هذا جزء أساسي من هذه الزيارات المتبادرة الجزء الآخر الذي أنا أتمنى أن لا نغفل عنه هو تعقيد المشهد السياسي العراقي الداخلي يعني العراق الآن خاصة عراق ما بعد داعش أنا أظن أن السعودية لها دور أساسي ومحوري فيه مهم حتى لوحدة العراق ومنعه من التفكك والتشرذم والتقسيم وأنا أظن أن الزيارات لابد في أي تعليق على هذه الزيارات أن نركز على هذا الدور السعودي في ذلك بالنسبة للعراقيين دور السعودي محوري في تكوين هذا العراق الجديد العراق ما بعد داعش وفي حفظه من الانقسام وأنا أظن أن القيادات الشابة أيضا في المنطقة لديها قدرة يعني خاصة الأمير محمد بن سلمان على نزع فتيل هذه الطائفية المستشرة يعني بدون هذه الطائفية التي هي موجودة الآن ومزدهرة في منطقتنا إيران لا تستطيع أن تتحرك كما تتحرك الآن أنا أظن أن هذا الجهد السعودي أساسي في هذه النقطة الأمر الآخر أنا أظن لابد من تشدعني أن السعودية لا تبحث عن أتباع في الدول التي تحيط بها لا على العكس السعودية تبحث عن ناس تستطيع تفاهم معهم ناس منطقيين تستطيع أن تصل معهم إلى سياسات مفيدة لهم ولبلدانهم وللمملكة أيضا وللإقليم وللمنطقة العربية بأكملها أنا أعتقد أن هذه الزيارات تصفي هذا المصب تماما وأنا أظن لابد أن نكون متفائلين الحقيقة لأن السير على هذا الطريق هو سير على الطريق الصحيح حتى وإن كانت الخطوات أن نتمنى أن تكون أسرع خاصة من جانب الأشقال العراقيين أو غيرهم في الإحساس بأن هذا الوضع الذي نعيش فيه الآن وهذا التغول الإيراني ليس أمرا طبيعيا بل أمرا طاريا وأنا أظن المنطقة ستستوعبه أجلا أم أجلا وشخصية مثل مقتدى الصدر صحيح أنه زعيم ديني لكنه طالب بدولة مجموعة سأتي على هذه النقطة سأتي على هذه النقطة تحديدا لكن دعني أنتقل إلى عمان دكتور باسل الغريري أهلا وسهلا بك طرح الأستاذ هشام عدة نقاط رغبة المملكة في تشكيل محاور جديدة تعقيد المشهد السياسي أيضا في العراق العراق ما بعد داعش المملكة أيضا لا تريد أتباع في العراق بقدر ما هي تبحث عن شخصيات يمكن التفاهم معها لنقاط مشتركة ولمصالح مشتركة وأيضا إيقاف هذا المد الطائفي الذي تعتاش وتقتات عليه السياسة الإيرانية هل تعتقد أن هذا اليوم في ظل مشهد العراقي يمكن تحقيقه بمعنى تحقيق هذه الاستراتيجية السعودية في ظل هذا المشهد العراقي خصوصا أننا مقبلين على انتخابات في العراق بدءا تحييك أخي الكريم وإلى أصيوفك كرام ومشاهدين الأخبار الكرام بتأكيد هذا ممكن جدا يعني السنوات الماضية كان هناك نوع من التقاطع ما بين البلدين خاصة في فترة رئيس الوزراء السابق نوري المالكة يعني لا أحد ينكر أن هذا التقاطع كان حاضرا لكن هناك رؤية بدأت تتشكل لدى الطرفين يعني هنا نقول طرف واحد هناك طرفين لديهما نية صحيح العراق يفتقد إلى أهم عنصر جوهري في السياسة الخارجية هو غياب وحدة صناعة القرار بمعنى نحن لا نجد إجماع في العراق حول سياسة خارجية واحدة في فضل التنازع سواء التنازع يعني البيني الأكراد السن الشيعة أو داخل حتى البيني كنت نفسها الشيعي الشيعي السن السني كردي كردي هذا يضعف من تأثير لدى يعني صانع القرار السياسي الخارجي لكن الإعباد يعني نقى بعيدا نوعا ما عن السياسة الخارجية كان يتبعها رئيس الوزراء السابق نوريا المالكي في الطرف المقابل المملكة العربية السعودية برؤيتها الريادية الجديدة يعني نحن نتكلم عن رؤية الريادية بمعنى هناك تصرف قائد منطقة نحن في كل مرحلة هناك قائد للمنطقة الآن المملكة العربية السعودية هي التي تقود المنطقة وهذا الرؤية وهذه الرؤية اللي يتصرف فيها القائد في ضوءها أنه من يريد أن يتبع دول القائد لابد أن يسلك هذا السلوك الصحيح والعراق العلاقات العربية السعودية طرف مهم لأن هناك عناصر مختلفة هناك إدراك من قبل صناعة القرار السعودي أنه بالتأكيد هناك نقاط اختلاف لكن لا بس من التأكيد على نقاط الالتقاء بمعنى أن المصالح ممكن أن تجمع الطرفين في كثير من الأطراف ثانيا هناك أيضا إدراك أنه من الممكن الاتصال مع جميع القوى العراقية لأنه حينما تريد أن تكون مؤثرا في داخل القرار السياسي العراقي يمكن أن تكون علاقاتك جميعها جيدة اختيار زيارة السيد مقتدى هو الاختيار أمثل لأنه السيد مقتدى هو الأكثر القيادات الشيعية انفكاكا من الكابوهات الشيعية التأكيدية وحقيقة وعند دائما رؤية مختلفة يستطيع أن يخرج منها نعم دكتور باسل اسمح لي أقاطعك سأعد لك لاحقا للنقاش حول بعض هذه النقاط التي تريد الحديث عنها لكن أذهب إلى دكتور عبدالله دكتور عبدالله كيف ترى المشهد بشكل عام حول رياض بغداد في ظل تعاطي المنطقة الجديد في ظل إدارة أمريكية جديدة عندها توجهات معروفة يمكن قراءتها بشكل واضح نعتقد أنه اليوم هذا خبر مفرح في ظل اليوم الوهج للتعيش والمنطقة بصورة غير إيجابية أو ما يحيط بنا اليوم المعطيات الدولية والمحلية والإقليمية بشكل عام تفرض علينا اليوم الانتقال من مرحلة إلى مرحلة أخرى العلاقات السعودية العراقية خلال ثلاثة حقود تقريبا من التسعينات شاهدت مرحلة فتور كبير جدا اليوم العراق عندما ننظر لها نلقاها محاطة بقوتين إقليميتين غير عربيتين تجاه اليوم العراق إلى محيطها العربي هو أمر ضروري عائد لمصلحة العراق أولا ثم عائد للوطن العربي بشكل كبير لأمن القوم العربي اليوم بحاجة إلى أن نتكاتف اليوم وضع العالم العربي وضع سيء جدا لا يحسدون عليه اليوم نحن بحاجة إلى ترميم هذا الوضع من الداخل اتجاه العراق اليوم إلى محيطها العربي ولا شك اتجاه إيجابي الزيارات الإيجابية والصدى الإعلامي المرافق لها تشكيل مجلس تنسيق سعودي عالي المستوى بين العراق والمملكة العربية السعودية فتح منفذ جديدة عرعر للحجاج القادمين من العراق مرحلة الكلام عن مبادئ التبادل التجاري عن زيارات تنسيقية زيارات السيد مقتداء الصدر الانفتاح اليوم على بعض دون النظر اليوم يجب أن ينظر العراقيون اليوم إلى عراق موحد إلى عراق بعين المصلحة لا بعين الحزب الأوحد المملكة العربية السعودية مثل ما تفضل الدكتور اليوم هي أصبحت هي القائد العربي والإسلامي في المنطقة لذلك اليوم عليها عبئ كبير جدا في أن تحمل هذه الرسالة وهي كذلك حملتها في رأب الصدع العربي العربي اليوم هذا التقارب وعودة العراق عبر البوابة الكبيرة المملكة العربية السعودية لا شك أنه سيمتن العلاقات العربية العربية ويعيدها بإذن الله إلى سابق عهدها نعم هشام أعود لك هشام في لندن نعرف حالة الاستقطاب الكبيرة في المشهد السياسي العراقي بدون الإسراف في الكلام كيف يمكن للمملكة وأنت قلت أن المملكة اليوم لا تريد أتباعا في العراق في ظل حالة استقطاب كبيرة قد يحسب هذا الطرف أو ذاك على المملكة باعتباره يعني يقوم بهذه العلاقة مع المملكة دون القيام بعلاقة أخرى مع إيران إن كنت فهمت سؤالك أنا أعتقد أن أيضا لازم نضع هذه الانتخابات العراقية القادمة في نظرنا عندما نقوم بالتحليل يعني عن الوضع العراقي الآن حتى لا نقع في فخ يعني أنا خداع ببعض المظاهر يعني في الداخل العراقي يعني بمعنى مثلا زيارة سيد مقتدى الصدر واجهها بعض الهجوم من بعض الأطراف العراقية الحقيقة التي حاولت ترويج يعني ادعاءات كاذبة أن مقتدى سيكون هو الحليف مثلا الشيعي للمملكة داخل العراق وهذا طبعا غير صحيح يعني ولا المملكة أصلا تظن أنها سأ يعني مقتدى حتى في علاقته مع إيران كان هناك بعض كان يشوبها الكثير يعني من التوتر يعني فالمملكة لا تبحث عن أتباع بمعنى ناس يتحركون على حساب المملكة داخل بلدانهم هذه ليست السياسة السعودية عموما يعني هذا ما تقوم به عادة إيران يعني في الدول التي تحاول السيطرة عليها السياسة السعودية لا تنهج هذا النهج يعني حتى لو كان لدينا وقتنا استعرضنا الكثير من الأمثلة نثبت ذلك أنا أعتقد أنه الآن حتى بالانشقاق هذا الذي قام به عمار الحكيم من حزبه المشهد السياسي الآن العراقي يعني في بالغ التعقيد جدا يعني وطبيعي أن يكون هناك رمي تهم متبادلة وطبيعي أن ينال السعودية بعض هذه التهم هذا ليس أمرا مستغربا ولا ليس أمرا يجب يعني أن يسوئنا بشكل كبير أعتقد المهم هو التركيز على مد اليد الحقيقة لجميع من يريد التعاون مع السعودية الحقيقة داخل العراق يعني أو غير العراق يعني لابد يعني أن تكون يعني السعودية تلعب تقوم بدورها الطبيعي الذي الذي يجب أن تقوم به في المنطقة العربية عموما يعني يعني أن تكون هي أنا لا أريد استخدام كلمات إنشائية لكن أنا أعتقد أن السعودية لا بد أن تكون يعني دائما أبوابها مفتوحة لمن يريد التعاون معها ومن يتقدم بخطوة نحو مملكة المملكة يتقدم نحوها بأكثر من ذلك يعني وأنا أظن أنها الآن يعني قبل الانتخابات لابد يعني أن حتى نكون جريئين يعني في وصرحة مع من يريد الكلام معنا يعني المملكة لا يمكن أن تنخدع مثلا أن في أطراف معينة داخل العراق بدون تسميتها تريد مثلا أن تستفيد من دعم السعودية قبل الانتخابات القادمة يعني هذا لا يغفل لا تغفل عنه السعودية لكن أيضا السعودية إذا التزمت بكلمة تجاه من يريد أن يتعاون معها فهي تلتزم بها حتى النهاية أنا أظن أن تصل رسالة مثل هذه أن السعودية لا تتخلى أبدا عمن يريد صداقتها أنا أعتقد أنها رسالة مهمة خاصة في هذا الوقت الذي نعتقد فيه أن الصراع مع إيران قادم على مرحلة تصعيد جديدة يعني لسنا أمام مرحلة تهدئة يعني كما يروج حاليا في الإعلام أنا أظن أن الملفات المتوترة بين السعودية والإيران تزداد ولا تنقص إذا لم يكن هناك استدارة وتغير في الموقف الإيراني تجاه هذه الملفات فلا أعتقد أن نتجه نحو تهدئة لذلك السعودية ماضية في إعادة هيكلة علاقاتها في العالم العربي وإعادة تصنيف خصومها من أصدقائها والمملكة تعلم جيدا من يقف معها في وقت الضيق ومن يريد أن يستفيد من مملكة لأغراض مصلحية وآنية ومن يريد علاقة دائمة وطويلة مع السعودية نعم دكتور باسل تعتقد أن مهمة السعودية في العراق في توطيد علاقاتها في مأسسة علاقاتها جعلها علاقات مبنية على تعاون بين مؤسسات داخل البلدين نعرف حالة التغول الإيراني في المؤسسات العراقية وحالة يعني محاولة إيقاف العراق وأضعاف العراق من خلال جعل هذه المؤسسات ضعيفة جدا هل تعتقد أن مهمة المملكة ستبدو سهلة أم يمكن أن تمر بصعوبات أبرز هذه الصعوبات في وجهة نظرك؟ أكيد لزمن طويل النفوذ الإيراني هو المهمة على الساحة العراقية وحتى السياسة الخارجية العراقية إلى فترة قريبة كانت صدى للسياسة الخارجية الإيرانية وكانت هذا موجود في أكثر محفل التغير حقيقة نعترف أنه بدأ من حكومة السيد العبادي الذي أبدأ انفتاحا أكبر على دول الجوار العربية لاسيما المملكة العربية السعودية بالتأكيد حتى بالنسبة للمعترضين هذا أمر طبيعي جدا لأنه الآزال كثير من السياسيين يرتبطون ارتباط أضوي مع إيران وعديهم توميل مع إيران وبالتالي انتقادهم مثل هذه الزيارات وزيارات مشابهة هذه نتيجة طبيعية لأنهم بالتأكيد سيكونوا نصدة وقسم الآخر ربما هما ضحية تضليل إعلامي مكثف لفترة طويلة ضد المملكة العربية السعودية خاصة في المناطق الجنوبية كان هناك سياسة متعمدة لبث أفكار غير صحيحة عن المملكة العربية السعودية خاصة في المناطق الجنوبية هذا لسنوات طويلة جدا فالهجوم يأتي من هؤلاء الاثنين إما المضلل الإعلاميا وإلى آخر أو المرتبط عضويا أو مصلحيا مع إيران المملكة العربية السعودية بسياستها المتأنية أيضا مع العراق والمدروسة على ما تبدو والزيارات المتبادلة وإنشاء أطر مؤسساتية سواء بأطر تعاونية للقضايا تعلق بالإرهاب بالتعاون الأمني بالتعاون الاقتصادي بالتأكيد هذا سيدعي إلى مزيد من التفاؤل في المستقبل العراق أيضا بحاجة إلى كثير من العوامل ومنها العاون العربي ومقدة ومملكة العربية السعودية بمعنى أن هناك أيضا حاجة عراقية لهذا الانفتاح السياسة الإيرانية بالتأكيد لن يبقوا صامتين تجاه أي تحرك آخر لن يبقوا صامتين هذا أمر متوقع ولفترة طويلة كان العراق عفوا عن التشبيه عبارة عن مكب نفايات للسياسة الخارجية الإيرانية وتم هذه المعاناة نعترف أنه كان أمرا كبيرا وجوهريا في السياسة نعم دكتور عبد الله ماذا تعتقد أن يكون الرد الفعل الإيراني على الخطوات التقارب المتبادلة بين الرياضة ومغداد من الطبيعة أنا أعتقد أنه غير مرحب أعتقد أنه الآلة الإعلامية الإيرانية والآلة السياسية والنفوذ المتغول داخل العراق لم يكن مرحب كثيرا بهذا التقارب بل أنه حاول التشويش عليها حاول تأجيل زيارة العبادي أكثر من مرة حاول تأجيلها وتأخيرها حاول إيجاد المعوقات والمبررات التي يختزلها في نفسه لوجود أشياء كثيرة عندما تتقارب العراق مع السعودية كثير من المكتسبات الإيرانية لنتيجة التغول نتيجة اختطاف القرار داخل العراق نتيجة وجود الأتباع ستفتقدها إيران حتما وجود المملكة العربية السعودية وجود عدد من الدول العربية داخل النظام العراقي ومساندة له بكل تأكيد أن إيران ستفقد المكاسب التي حققتها من 2003 إلى اليوم لذلك هي لا ترحب بهذا تضع العراقيل تصنع اليوم الأشياء أو تحاول إيجاد صورة قاتمة لهذه العلاقة ما بين العلاقات السعودية والعراقية ثم العربية لأن تعرف أن أي انفتاح عراقي سعودي سيتبعه خطوتين مهمتين انفتاح خليجي كامل على العراق وانفتاح عربي نعم أستاذ هشام ما هي أكثر الأطر المؤسسية بالنسبة للتعاون بين الرياضة ومغداد بمعنى أقصد هل نحن نتحدث عن تعاون عسكري بين الجانبين رأينا الفريق البنيان يزور بغداد يلتقي بوزير الدفاع وكان معه الجنرال فويل قائد القيادة المركزية الأمريكية كما رأينا الأسبوع الذي تلاه رأينا رئيس الفريق أو الجنرال الأمريكي يزور المملكة هل تعتقد أن هناك تعاون عسكري مقبل بين العراق وبين المملكة والعراق في مرحلة ما بعد داعش التي أشرت إليها في البداية لا أشك أن هذا يعني هذا احتمال قائم سامعني يا إيمان أسمعك أسمعك أقول لا هذا لا أشك أن احتمال قائم ورغم الصعوبات التي تشوبها حاليا أنا أظن الآن العلاقات بدايتها ستكون ترميم لهذه الخلافات السياسية وتصحيح للمسار العلاقات السعودية العراقية والأهم من ذلك كله توفير بديل للساسة العراقيين عندها في علاقاتهم في المنطقة بمعنى أن الساسة العراقيين لم يكن يعني كان دائما لديهم خيار واحد لا يجب لهم الساسة العراقية فقط في هذا التغول الإيراني الحقيقة الساسة العراقية دائما لديهم كان خيار واحد الآن يعني في وجود سعودي وعربي فعال في العراق أن تتوفر حتى للسياسي أو الزعيم أو الزعيم العراقي أن يأخذ خيارات أخرى وتجعل له مساحة أكبر للتحرك الحقيقة أنا لا أعتقد أن السعودية تتوقع أنها ستطرد إيران من العراق لا أعتقد أن هذا حتى الهدف إيران لديها حدود واسعة وطويلة وعلاقات يعني بنتها في السنوات الماضية قوية داخل العراق السعودي لا توقع أن يكون هناك تغير كبير في هذه العلاقات العراقية الإيرانية لكن السعودي أيضا تتوقع أن تكون هي يعني لاعب أساسي وفعال في العراق إن لم يكن ليكون العراق محايدا للحقيقة على أقل تقدير وهذا حتى بالنسبة للعراقيين هو مصلحة يعني كبرى ومصلحة وطنية ومفيد للعراقيين أكثر مما يحدث الآن منها أن يكون تابعا لإيران أو يكون مسرحا لميليشيات إيرانية وأنا أظن أن المملكة يعني سواء في محاولتها يعني على مستوى السياسيين أو العسكريين أو حتى القادة الشعبيين يعني من أمثال مقتد الصدر هي قادرة على لعب دور أساسي وفي فترة ومرحلة قصيرة يعني أنا ما أعتقد حتى أنها يلزمها وقت كبير لترميم العلاقة مع العراق لا أنا أظن إذا استشعر العراقيين يعني الساسا والشعب أن السعودية جادة يعني في علاقات حسنة مع العراق وأن علاقات سعودية عراقية هي مفيدة ليس فقط يعني للعراق ولا السعودية فقط بس حتى للمنطقة كلها يعني وحتى يعني للدول المحيطة بالعراق والدول الأخرى المحيطة حتى بإيران وزرع هذا الإحساس الحقيقة يعني في المنطقة أن هناك بديل عن التحالف مع إيران يعني ليس الخيار فقط إيران أنا أظن أن هذا خطوة بحد ذاتها خطوة كبيرة وستبعث الطمأنينة يعني العراق الآن ما بعد داعش أكيد أنه في يعني في هذا الحنق الطائفي وفيها القابلية الآن للانقسام والانفصال الحقيقة يعني وأنا أظن يعني أن الأساسي العراقيين يعلمون أن السعودية دورها أساسي في هذه المعادلة كلها يعني ليس فقط بين السنة والشيعة بل حتى العامل الكردي يعني دور السعودية مهم يعني يعني اللاعبين في العراق ومولات المتحدة الأمريكية وإيران ودخول السعودية ودخول كممثل للعرب الحقيقة أنا أعتقد أنه شيء مفيد للعراقيين ليس فقط للسعودية والخليج يعني تحديدا نعم دكتور باسل برأيك هل القاع يعني يعني الرأي العام في العراق الزعمات والمرجعيات الدينية هناك الشخصيات السياسية يعني قادرة على يعني الاستجابة لرأي العام العراقي سمعنا يعني الهتافات ضد إيران في المنطقة الخضراء يعني ضجرة ومستاءة تعتقد أن هذا الحديث أو هذا الانفتاح الذي نراه اليوم من الساس العراقيين تجاه المملكة وأيضا الانفتاح السعودي على العراق هو يعني قد في النهاية يصل إلى مرحلة من تطور العلاقات السريع بين الجانبين ما يضعف الموقف الإيراني داخل العراق العلاقة الإعراقية الإيرانية مثل ما تفضل يعني أستاذ حشام يعني ذات نفود واسع من قبل إيران وهذا يعني لأنه كثير من الأحزاب السياسية يعني هي كانت السابقة المعارضة كانت يعني أما مدعومة إيراني أو هي يعني بولدت في إيران ربما التغيير الأكثر هو الحد من النفوذ أو تقليل من هيمنة هذا النفوذ لنعترف أن إيران ليست دائما كانت تهيمن على الخيارات الشيعية يعني كان أيضا هناك خروج عن هذا الإطار على سبيثال في انتخابات 2010 ضغطت إيران أن هناك اتحاد شيعي للانتخابات تكتل شيعي واحد للانتخابات بالنتيجة النهاية لا انفرط هذا التحاف ورفضت لأن هذه القوى الشيعية بدأت تشعر أنها أقوى لأصبحت لديها أموال لديها مصالح يعني حينما تصدد مع مصالحها لا تستجيب حقيقة لإيران فيه كثير منها لكن بالتأكيد هناك يعني أحيانا يعني أوامر تفرض على يعني القيادات الشيعية على مثال 2010 فرضة على القيادات الشيعية انتخاب يعني النوري المالكي لكنها لم تستطع عام 2014 أن تفرض نوري المالكي مرة أخرى على القيادات الشيعية بمعنى أنه ممكن استثمار ذلك بهذا الإطار من السياسة من قبل المملكة العربية السعودية في إقامة يعني علاقات جيدة وكلما كان يعني عملية تراكمية بالتأكيد ستكون في يعني في مصلحة العراق أن يتجه لأنه الإطار الطبيعي للعراق هو المحيطة العربية يعني ليس مع الدول سواء إيران أو تركيا لا المحيطة العربية هو الأصل هو القاعدة الأصلية اللي ينبغي أن تكون إنها وكثر من العشارة العربية سواء بالوسط بالجنوب هي ذات انتوات يعني عروبية يعني هذا يعني محيطها التقليدي لكن بالتأكيد هناك عقبات المطلوب أنه كثير من الصبر لفهم الخارطة المعقدة للوضع العراقي وخاصة هنا نحن ربما مقبلين على صراع الشيعي هذا أمر حقيقة متوقع بسبب يعني تراكم قوى مراكز قوى في القوى الشيعية وأعتقد أنه سيكون يعني عاجلة مآجرة هذا الصدام شكرا لك دكتور باسل الغريري من عمان ابقى معي هشام الغنام دكتور عبدالله إذا سمحت متابعوا فيه هنا الرياض بعد فاصل قصير برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين مجلس الوزراء يرحب بمخرجات اجتماع المنامة ومحاولات الدوحة لتسييس الحج باطلة مع تيسير كافة سبل للقطريين للوصول للأراضي المقدسة اشتركوا في القناة على خطة نظام الملالي والقذافي وغياب المنطقي والعقل لقت دعوة نظام قطر بتدويل إدارة المشاعر المقدسة استهجانا شديدا من وزارة خارجية الدول أو من وزراء خارجية الدول الأربع الداعية بمكافحة الإرهاب خلال اجتماعهم في المنامة والتي اعتبرها وزير الخارجية عادل جبير بمثابة إعلان حرم مؤكدا احتفاظ المملكة بحق الرد نظام الحمدين والذي أكمل مسيرتها دول الشر التي تتعالى أصواتهم المغرضة تجاه المملكة مع اقتراب موسم الحج تغافلت عن الجهود الملموسة والخدمات الجليلة التي تقدمها المملكة حكومة وشعبا لحجاج بيت الله الحرام وعملوا على تكذيب الحقائق التي أثنوا عليها في السابق بينما تقترب مقاطعة قطر من الدخول في شهرها الثاني يعلن البنك المركزي القطري خفاض الاحتياطي النقدي الأجنبي بأكثر من عشرة مليارات دولار في يونيو الماضي وبما يعادل 30% لتصل إلى أدنى مستوى في خمسة أعوام على الأقل التقارير الاقتصادية التي أصدرتها وزارة التخطيط القطرية كشفت أيضا عمق الأزمة التي تعيشها الدوحة مع الإعلان عن انقفاض واردات البلاد بنحو 40% في مؤشر على أن تعنت الدوحة في قبول مطالب الدول الداعية لمكافحة الإرهاب سيكبدها المزيد والمزيد من الخسائر وبينما تحاول الدوحة إشغال الرأي العام الداخلي عن الخسائر التي يجنيها اقتصاد البلاد تحاول السلطات القطرية تسييس الحج مع إغلاقها التسجيل للحج لهذا الموسم في مسعى فشل قبلها فيه نظام الملال والقذافي فالمملكة وبشهادة العالم أجمع تبذل قصار جهدها لتيسير المناسك للحجاج والمعتمرين وهو ما تجلى أيضا في بيان هيئة الطيران المدني التي أعلنت عن تجهيز ممرات طوارئ للطائرات القادمة من قطر بما يضحض مزاعمها وكان وزير الخارجية عادل الجبير قد وصف طلب قطر تدويل المشاعر المقدسة بالتصرف العدواني وإعلان حرب ضد المملكة المملكة لا تقبل أن يكون فيه تسييس في موضوع الحج لأن هذه مشاعر مقدسة وهذه واجبات على كل مسلم والمملكة تشجع وتسهل قدوم كل مسلم من أي مكان في العالم لزيارة بيت الله الحرام ونحن نرفض ما تقوم به قطر في محاولة تسييس هذا الأمر فيما أدان البيان المشترك الصادر عن اجتماع مزراء خارجية الدول الداعية لمكافحة الإرهاب عرقلت السلطات في الدوحة أداء المواطنين القطريين لمناسك الحج ولا يبدو أن السلطات القطرية تسعى لتسوية الأزمة بغض الترف عن دعوة الدول الأربع لفتح حوار مشروط رغم أنها قد ملأت العالم ضجيجا خلال الشهرين الماضيين بدعوة أنها تسعى إلى تسوية من خلال الحوار إننا منفتحون على الحوار لإيجاد حلول للمشاكل العالقة وذلك ليس فقط في صالح دولنا وشعوبنا وبينما تصاعد الدوحة من نبرة الخلاف تمثل دعوة الربعي المقاطع للحوار جسرا ممدودا بقي على سلطات الدوحة استغلاله إن أرادت العودة إلى حاضنتها الخليجية والعربية وإلا فلتخطر طريق الخسائر لبرنامج هون الرياض ياسر نجم والتعامق في هذا المحور الخاص بلازمة مع قطر نافذة الحوار التي فتحها اجتماع الرباعي في المنامة بشرط ميسر وهو جدية الدوحة في التعامل مع المطالب ولماذا يجب أن تتمسك السلطات القطرية بهذه الفرصة الثانية حان واصلوا مع ضيفنا في الاستيديو الدكتور عبدالله العساف أستاذ الإعلام السياسي جامعة الإمام ومن لندن الباحث في جامعة أكستر بريطانية يشام الغنام كما ينضم إلينا من القاهرة مساعد وزير الخارجية الأسباق للشئون العربية السفير هاني خلاف مساء الخير جميع كيف ترى في البداية دعوة التسييس رأينا استهجان كبير لماذا تصطف قطر مع دول كان لها باع في هذا الموضوع أقصد هنا نظام طهران القذافي سابقا أنا أعتقد أنه بعد أن فشلت قطر اليوم في تدويل قضيتها في تدويل هذا الخلاف وفي صرف محاولة لصرف النظر للمجتمع القطري والشعب القطري عن هذه الأزمة حاولت علاجها بأزمة أخرى لصرف انظار القطريين عن رؤية مآسي دولتهم ورعايتها للإرهاب حالت اليوم بينهم وبين الحج فانضمت اليوم إلى أصبحت هي ثالثة الأذافي مع نظام القذافي ومع نظام الخميني الذين هم حاولوا تسييس الحج والدعوة إليه بدعوات كبيرة جدا اليوم العالم يشهد أجمع ما تقدمه المملكة العربية السعودية الحجاج لبيت الله الحرام دون النظر والسؤال عن جنسياتهم ومذاهبهم ولا من أين قدموا التسهيلات شهد بها حتى وزير الخارجية القطري محمد آل ثاني في العام الماضي نعم وأشهد بأن السعودية تقدم نموذج مثالي للتعامل في العلاقات الإنسانية وفي دارة الحشود المملكة العربية السعودية الحقيقة الشهادة أقل من أن يقال في حقها عملت عمل جبار في الحرمين ميزانية مفتوحة تسخير جميع الجهود قبل الحج تعطل الأعمال وتوجه كلها لخدمة حجاج بيت الله الحرام في العام الماضي قدم إلى المملكة العربية السعودية حجاج إيرانيون من خارج إيران لقوا ترحيب رسمي وشعبي إذن المملكة العربية السعودية ترحب بالجميع ولا تنظر ولا تسأل من أين قادموا ولا هي جنسياتهم ولا هي مذهبهم ولا مذهبهم نعم سفير هاني خلاف يعني موضوع الحوار الذي يعني النافذة التي فتحت بالأمس شريطة تنفيذ الدوحة للمطالب المطلوبة منها تعتقد أن هذه النافذة هي استجابة لمسألة ادعت فيها قطر أنها تريد مسألة الحوار مع الدول الأربع أم أنها اليوم تأتي مع رغبة هذه الدول الأربع في نحن مستعدون لكن يعني كنية أو كبادرة نية يجب على الدوحة أن تنفذ هذه المطالب سيد الفاضل أحييك وأحيي ديوفك الكرام من لندن ومن الرياض أنا شايف أن اجتماع المنامة كان فرصة جيدة لدراسة كل ردود الفعل الأجنبية الدولية والعربية والإقليمية تجاه القرارات التي سبق اتخاذها من جانب الدول الأربع واتجاه الأزمة نفسها من جانب قطر والمستجدات التي حدثت أيضاً فيما بعد الإعلان عن قرارات قطع العلاقات الدبلوماسية وإغلاق الحدود البرية وغيرها تقييم كل ما حدث خلال الفترة الماضية كان أمام وزراء خارجية الدول الأربع ويبدو أنهم شافوا أن هناك اتجاهات لدى أطراف نافذة في المجتمع الدولي تطلب شكل من أشكال التواصل المباشر بين الدول الأربع وقطر إلى جانب طبعاً قراءة المواقف السافرة التي أسفرت عنها بعض التصريحات من جانب وزراء خارجية بعض الدول الأجنبية الأوروبية أو الولايات المتحدة الأمريكية اللي بيوصفوا المطالب الربعية بأنها بعضها غير واقعية أو أنهم بيطلبوا بأن يتم حوار على أساس مطالب واقعية ومعنا ذلك الذين يريدون أن يختاروا وينقوا من بين هذه المطالب في كل الأحوال التقييم الجماعي أصفر عن إمكانية فتح الحوار مش بس بناء دعوة يعني تلبية لدعوة أمير قطر وإنما لأن منهج الدول الأربع في الدبلوماسية هو الحوار حتى مع الغرماء ومع الخصوم ومع فتح الأبواب لاستنفاذ كل الطرق وفي النهاية لا يصحق غير الصحية نعم ولكن الأمر كله لوحد فيه أنه إحنا بنقول إحنا مش هنبحث المطالب التي تقدمنا بها ولكن هنبحث الآليات التي نستطيع أن نساعد بها القطريين في إنفاذ هذه المطالب ومعنى ذلك باب مفتوح يعني هناك آليات لتنفيذ المطالب الخاصة بمراقبة التمويل الخارجي التي وسائل التمويل الخارجية للقطر لبعض الجماعات هناك مطالب بتسليم بعض المدانين في أحكام قضائية في بلدها نعم السفير هاني إذا سمحت لي هناك مطالب بإعادة أو تسليم بعض المشتبه في دلوعهم لأعمال إرهابية نعم نعم هل تعتقد أنه يفترض أو هل المطلوب اليوم هو من الدوحة أعني هنا هل المطلوب إبداء النية بتنفيذ المطالب أم الموافقة على تنفيذ المطالب ثم نبدأ الحوار هو أي منطق سأقول لك بصراحة بعيدا عن الإطارات الرسمية أنا لا أمثل أي رأي رسمي أنا أكلم باكتهادي وخبراتي أي حوار ينبغي أن يكون له شقان الشق الموضوعي والشق الإجرائي أنت النهاردة مستعدة تدخل في حوار فأنت شروط الحوار ده أنك بتبحث في توقيتاته مراحله من الذي يتحاور مع من في الجوانب المختلفة الأطراف المختلفة ولكن الشق الموضوعي نحن تمسكونا به تمسكنا بأمور كثيرة سابقة ولكن عند بدء الحوار بتوجد كيمويات جديدة النخوة العربية الأخوة العربية الحرصة على إبقاء قطر ضمن المجموعة العربية وعدم استبعاد يعني استبعاد فكرة إخراجها من المنظومة العربية تماما وتركها في أحضان الأطراف الإقليمية الأخرى والأطراف الأجنبية إنما إحنا مش هنتنازل عن مطلب من المطالب الثلاثر اللي سبق طرحه في نفس الوقت حنساعدهم في تقديم نعم آليات مقترحة نعم لتساعدهم في إنفاذ المطالب بتاعدنا نعم هذه الآليات يمكن تخلقها بقا بمقترحات إماراتية بمقترحات سعودية بمقترحات مصرية حتى يمكن إسقاط الحقة بتاعة القطريين في أنهم لا يمكنهم التنفيذ هذه لا عندكم آلية معينة نقدر نقترحها ونقترح تشكلها ونقترح طريقة عملها نعم النقطة تضحت سفير هاني إذا سمحت لي نعم إذا سمحت لي سفير هاني أنا أريد الانتقال لهشام هشام ما سألت الحوار والحديث عن الحوار ماذا يخبرنا نحن في أي مرحلة في هذه الأزمة على أسف لم أستمع لكلام ضيفك من القاهرة لكن أنا أظن أننا لازلنا في بدايات الأزمة أظن ما أدري صوتي واضح نعم أسمعك أسمعك هشام تفضل أنا أعتقد نازلنا يعني الأزمة لا زالت في طور التكوين ولا زالت تمر بحالة سيولة شديدة وأنا لا أظن الحقيقة أن تصرفات القطريين تساعد في تقريب حل هذه الأزمة يعني مثلا مضوع تسييس الحج هذا كان خطأ استراتيجي أن أعتقد من القطريين في إدارة الأزمة المملكة حذرة وحريصة جدا أن لا يدخل الحج في أي مشاكل بينها وبين أي دولة مسلمة حتى إيران يعني لو أردنا استعراض التاريخ لو وجدنا أن المملكة دائما كانت تنحي الحج جانبا حتى في مشاكلها السياسية مع بعض الدول يعني كان دائما الحج هذا وهذا حقيقة هذا أصلا أساس المشكلة بين السعودية وإيران أن إيران تنظر للحج كعاملية سياسية والسعودية كانت دائما لا تسييس الحج وتبعده عن أي خلافات سياسية هذا من جهة تسييس الحج بالنسبة لأي مرحلة نعود لسؤالك أنا أظن لازلنا يعني في إذا لم يكن هناك استدارة مفاجئة في الموقف القطري التي هي يعني قد تحدث يعني بسبب هذا الضغط الحقيقة خاصة الاقتصادي يعني استمرار العزمة بهذه الطريقة يفقد حتى المستثمر الأجنبي الذي هو مهم بالنسبة للقطريين يعني ويفقد العالم الثقة في اقتصاد قطر وفي قدرة قطر على القيام يعني بالمهام التي والتحديات التي أمامها الحقيقة الاقتصادية في السنوات المقبلة يعني قطر أمامها لديها مشروع اقتصادي كبير يعني يختلف ويتناقض مع مشروعها السياسي إذا استمرت الحقيقة قطر في تعنتها السياسي هذا سيؤثر كثيرا على مشروعها هذا الاقتصادي أنا أعتقد أنها حتى الآن لا يوجد أي بادرة يعني ويوجد تسطيح الأزمة ومحاولة يعني لتدويلها الحقيقة واستخدام حتى أفراد ومنظمات يتبعون لدولة قطر سواء بشكل مباشر أو غير مباشر في محاولة تشتيت الأزمة ومحاولة تدويلها ومحاولة استجلاب تدخلات دولية فيها أنا أعتقد أن المرحلة الأمام المقبلة القادمة هي مرحلة اختبار الدور الأمريكي أنا أظن أن القطريين لا زالوا يريدون أن الأمريكيين تدخلا وضغطا على الدول المقاطعة حتى توقف مقاطعتها وأنا أعتقد أيضا أن الدول المقاطعة يعني بسبب هذه الإشارات لتبدو بعض الحال متناقضة من الأمريكيين مثلا يريدون موقفا أمريكيا واضحا نعم ولن يقبلون تدخلا الحقيقة دوليا يحاول أن يخفف من مطالبهم تجاه قطر أنا أظن أن الأزمة ستطول الحقيقة النقطة تضحت هشام أسمح لي أن أقاطعك شكرا لك هشام الغنام من لندن شكرا لك السفير هاني خلاف من القاهرة شكرا لك دكتور عبداللعسام شكرا لكم أعزائي المشاهدين هذا أيمان الحماد نراكم غدا من الرياضة اشتركوا في القناة شكرا لكم 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 ترجمة نانسي قنقر